ترأس رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأول للجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي بحضور وزيري التخطيط والمالية وعدد من المسؤولين نوهت توزيرة التخطيط دكتور هالا السعيد إلى أن الصندوق يراعي في سياساته الاستثمارية أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات المتعارف عليها والخاصة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة كما شهد اجتماع الجمعية العمومية استعرض ومناقشة مقترح الرؤية الاستراتيجية للصندوق والسياسات الاستثمارية العامة بما يتوافق مع أهدافه من جانبه أشار المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان إلى أن الصندوق نجح في تنفيذ والتوقيع على اتفاقات ملزمة للتنفيذ لعشرة مشروعات خلال عام 2021 بإجمالي استثمارات بلغت 25.5 مليار جنيه لافتا إلى أنه يوجد 44 مشروع تحت الدراسة باستثمارات تبلغ 140 مليار جنيه اشتركوا في القناة